الحياة مكتوب علينا ما نفضلش في مود كويس يعني ما بين ان احنا نسمع كلام في العمق الثقافي للأهلي كقيمة ثقافية يمتعنا بيها مفاكر كبير زي الأستاذ صلاح سالم نرجع منها على عنوين الصحافة الرياضية ونشوف الأهل الظاهرة الثقافية اللي لها قيمة في الحوكمة وفي كل الجهات الإدارية والنموذج المضيء كنت عايز تنكرش في حتة اجتماع قبل ما ندخل في ده كنت عايز اسألك قبل الفاصل الاجتماع التحدي الكورة لو انت عطر بيزة وبيقولوا قرارات فورية ايه اللي ممكن يتاخد انا حاخد من بقك انت لفت نظري وانت بتقول ايه اذا كنا عملنا كده واليقيتنا كده امام اسيوب اللي لعبنا هنعمليه مع كوريا مع المكان مع كوريا بهذا المستوى فسألتك اه اقول لك طيب انت ازاي تحسب هيب جلال على حاجة مختلفة على حالة بدنية لا على حالة بدنية مش مسؤولة عنها المسؤولة عنها نظام كرة في مصر افرز هذا الاجهاد وهذا الارهاق وهذا التراجع العجيب في كل نجوم الكرة المصرية يعني حتى الناس مما جات وقت اجمعت على السلية شايفين السلية مش في احسن حالاته اجمعه لزيزه شايفين زيزه مش في احسن حالاته اه فالقصة اذا ده النظام الكروي الحالي هو العدو الاول لتطور المستوى اه الكروي اه العناصر المنتخب طب دي هتعمل فيه ايدي يا استاذ ابراهيم ده اللي بنتكلم فيه يعني ايه اختراحك النهاردة لو انت في اتحاد الكورا وعايش تعمل اجتماع طارق وعندك مشكلة وخايف برضو من الحتة اللي قلتها انت نبهتنا انه بقولك صعب يشتغل كرد فعلا ويسيب الدنيا شوية وقلت لي تم احنا لو روحنا كوريا بالمنظر ده اه ماتش ودي لكن هيبقى شكله عاملين ازاي وبالذات يا جماعة كوريا اخترتنا علشان تتدرب علينا على غانا هي معاها غانا في مجموعة واحدة في مونديال قطر فهي عايزت تتجرب على المدرسة الافريقية فهيتعاملوا معنا بمنتهى الجدية فروق السرعات سواء في الكورا بقى الكورية اليابانية اعلى حاجة عندهم عنصر السرعات بس هم مش هيلقوا اللي هم عايزينوا لان حتى فروق السرعات بنيا وبين غانا او اليقى البدنيا في الحال الياردة اه اه احنا تجربة اه اه انزبانوا بقدع عشان كده بقولك ما انتيجي نستنى حيقولولنا ايه شايفين ايه هناك هل شافوا انفلاد انت بتسأل ايه لو لو الواحد عالطرمز ايه اللي اتاخد في الحالة البدنية المزرية جدا يا جماعة اللي كل الناس بتحذر منها ولللعبة واضحة جدا اتحاد الكرة قدامه حل من اتنين يتعامل دلوقتي يتعامل السنة الجاية لكن لازم يتعامل واتمنى ان على الاندية كلها التمنتاشر تتنازل عن اي حسابات شخصية او اي مصلحة فردية الدوري يمكن ان يتوقف لغاية هذا الحد كلام ممكن يبقى صعب بس على فكرة لو سألتوا فنيين هتلاقوا هو ده الانقاذ الوحيد معاك حاجة من اتنين لو انهيت الدورة عند هذا الحد واكتفت بنتاج الدور الاول علشان تحديد الاطراف المشاركة خارجيا ما عندكش مشكلة بس الاندية كلها تجتمع على هذه الرغبة وهذه المصلحة مع الشركات الرعية بحيث ان المصلحة العامة لا تدار ده انقاذ وتريح شهرين وتبدأ في البداية الطبيعية بتاعة العالم كله ده حل طب انت هتكمل السنة ده عشان الارتباطات والعقود يبقى الموسم اللي جاي لازم يتعمل بشكل استثنائي وعقود الرعاية وعقود البس معقدة يعني انت لما بتيجي على مطشات الكاس بتتكلم في 3-4 مطشات في البطولة لكن انت لما بتيجي في الدورة انت بتتكلم على 17-18 اسبوع كل اسبوع في كم ماتش يعني المسائلة كانت من الاول الحقيقة كان ينبغي ان احنا نعمل طيب يعني انت مجدش الاول دلوقتي لو مش هتعمل ده السنة دي لازم يتعمل السنة الجاي السنة الجاي لازم نحل حل اتطرح السنة اللي فاتت وانا فاكر انه واحد زي الحاج عام الحسين كان برا للاتحاد لما كان بيتكلم على ان احنا نعمل دوري بشكل استثنائي ان انت تلعب دور اول كاملا بعد كده التسعة يلعبوا مع بعض على تحديد البطل ثم التسعة التانين يلعبوا مع بعض على تحديد بقية المراكز والهبوط وتنازل بقى تنازل مسلا ستة وطلع اتنين انت بص استاذ ابراهيم لازم يبقى فيه حل جزري فيه موسم احنا عايزين نوصل الى 14 نادي ما نقدرش نلعب اكثر من كده 14 نادي تختصر لك حوالي شهرين شهرين دول يتدوب بقى البراح تعالج اصاباتك تدي راحات تخطط لمواسم تعمل ماتشات ودية للمنتخب يعني تتنفس يديك رئة انت ما عندك شرقة انت مش بتتنفس انت بتلهس وقبل ما تيجي بتاخد بقى مياه انت بتجري فبتشرق يعني مش ما حدش بيعمل نهضة وتطوير في ظل الزحمة اللي احنا عايشين فيها دي نتمنى نتمنى انه حل الحالة البدنية اللي لكل عمال يشتيكي منها واللي بتهدد لعابتنا في كل الاندية يكون الحل يا اما اني يا اما يعاجل يا ااجل واللي هم حرة القرار اشتركوا في القناة